وما فيش حد بيشيل الشيلة بجد غير مصر تروح على المعبر وتشوف الشاحنات اللي جاية من مصر علشان تدخل على القطاع محملة بأكبر قدر ممكن من المساعدات على شتى أنواعها تعال ادي لك رقم بس بسيط علشان تبقى فاهم احنا دخل لفلسطين اظن تقريبا تقريبا حوالي 6700 طن من المساعدات تقريبا على ما لا متذكر الارقام انا مش شاطر اوي في الارقام بالمناسبة مصر دخلت منهم 5300 طن يعني كل الدنيا وكل اللي بيقولك احنا بنبعث مساعدات زائد مصر دخلنا 6700 مصر بس 3500 لا ده احنا اكتر من 80% بقى من اللي بيدخل انها ليست 50% ولا 60 ولا 70 ولا 75 ولا 80 احنا اكتر من 80% مصر لوحدها امام كل العالم معقول قلتلك قبل كده اولا اغنى دولة في العالم لا انا اغنى دولة في المنطقة لا وبالرغم من ذلك انا اللي شايل الشيلة هل ده امزعلني كمصري هل ده امزعل مصر لا احنا اللي امزعلنا قصة تانية خالص احنا فخورين بالدور اللي بنقوم بيه يطلع بقى ناس تقولك ده مصر قفل المعبر معبر ايه اللي تقفل المعبر ما تقفلش ساعة مش هقولك يوم ما تقفلش ساعة اما للمساعدات اللي بتوصل بتوصل ازاي ايه الارض بتتفتح بتطلع مساعدات جوه غزة بقولك اكتر من ثمانين في المية من اللي دخل غزة مصري المعبر ما تقفلش ساعة رغم ان الجانب الصهيوني بيدرب من ناحيته يعني بيدرب من الناحية اللي عند حدوده يدرب علشان ما فيش حاجة توصل وبالرغم من ذلك برضو انت بتعمل اللي ما يعمل علشان تقدر توصل الحاجة وانت اللي بتصلح الطرق مش بقى يعني اللي هو مش بس بقى ايه لا ده انا بعمل الطرق من عند الجانب بتاعي وانا امسجهز المعبر من الجانب بتاعي لا ده انا مجهزه تالت وامتالت حتى تصل الشاحنات الى الجانب الفلسطيني يجي الصهيونة يضربه من عند الجانب الفلسطيني علشان الطرق ما تبقاش صالحة وما تبقاش مؤهلة لمرور الشاحنات فانا اللي صلحها وبضغط على الدنيا كلها علشان اوصل وبضغط على الدنيا كلها علشان نجيب الجرحة والمصابين وبضغط على الدنيا كلها علشان الهدنة الانسانية وبضغط على الدنيا كلها علشان اصلا نوصل لحل انا عامل زي اللي بيقدف لوحده يا اخي بقدف لوحدي ان انا مطالب اقدف يمين واقدف شمال مع ان المركب مليانة بس انا بقدف طب واللي قاعدين معايا في المركب دول بيعملوا ايه فرجة فسحة نزهة بحرية وانا بامكانياتي انا اللي شاي للمركب وبامكانيات انا اللي جايب المؤداف وبمجهودي انا اللي بقدف مع انه كل اللي قاعدين معايا بيقولي احنا شركاء طب شركاء ما تشارك معايا في المركب شركاء ما تركب مطور شركاء يا اخي اقدف لكن انا الوحدي وفخور وهفضل طول الوقت اعمل زي اللي بعمله ده ولو اقدر اعمل قده الف مرة هعمل قده الف مرة انا بكلمك هنا بالضمير المصري اكتر شيء حقيقي بيديقني ان انا الاقي خبر ذات اليمين ذات اليمين ذات اليسار يقولك مصر مصر افلى المعبر لأ ده انا شايف بعيني ومش عايز اقولك اكتر والعالم شايف والعالم عارف يطلعوا لي على السوشيال ميديا يقولك واحد يطلع لك على تيك توك وعايل يطلع لك على فيسبوك ومش عارف واد اراجوز يطلع لك على انستجرام ومصر محصر الفلسطينيين وقفل المعابر فين فين وما المساعدات بتخشوا عن طريق ايه بتتفجر الارض بيا نبيع المساعدات مثلا مصر بطولها يا مؤمنين اشتركوا في القناة